الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين أما بعد حياكم الله مشاهدين الكرام مشاهدي قناة والصحب والآن مع برنامج بدون تعصر النهاردة بإذن الله تعالى هنطرح شبهة جديدة من شبهات الشيعة الإمامية الإثنى عشرية على أهل السنة والجماعة ألا وهي الشبهة 55 أو آية 55 من سورة المائدة الله عز وجل يقول في كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاء وهم راكعون طبعا الشيعة أخذوا الآية دية لأن لها بعض التفسير وكلها تفسير باطلة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعضاء تصدق بخاتمه في المسجد وهو أثناء الصلاة فلذلك استحق الإمامة كما يدعي الرافضة ولكن عندما ننظر إلى هذه الآية وكما قلنا أن هناك قاعدة يجب أن نعمل بها عند النقاش ألا وهي قاعدة ظن السبوت وقطع السبوت وظن الدلالة وقطع الدلالة طبعا آيات لا كلها ظنية السبوت ولكن منها ما هو قطع الدلالة وما هو ظن الدلالة وتكلمنا في المرة السابقة إزاي نعرف إن كان ده قطع الدلالة أو ظن الدلالة وقلنا مثال الله عز وجل عندما يقول في كتابي العزيز تلك عشرة كاملة فلو جبت عشر أشخاص خمستاشر شخص عشرين شخص عايقولوا إن هي عشرة ما فيش واحد عايق يقول لي لا دول تمانية أو حتى يقول لي لا دول تسعة لا هي عشرة لكن لو جبت مليون شخص وقلت له هل الآدي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون لو قلت له دي فيها اسم عليه هيقول لك انت جنبت لو قلت له فيها اسم أي حد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لك لا طيب بأي زندية محتاجة لمفسر خارجي يفصرها لنا طالما هي محتاجة لمفسر خارجي يفصرها إذن ليست بقطعية الدلالة إذن لا يجوز الاستناد لها في مسائل العقيدة ومسألة عقائدية همة ألا وهي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيل انت تستند على هذا كأنه دليل يعتمد عليه في ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة طيب لو احنا جينا فصرنا الآية دية أو لا احنا مش احنا ننفسرها بل سنجعل الآيات نفسها تفسر بعضها هل فعلا الآية دية نزلة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لذلك استحق الخلافة وهل فعلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تصدق بخاتمه في المسجد لذلك استحق الخلافة يعني أنا أسأل سؤال أي واحد يتصدق بأي صدقة وإن كانت كبيرة أكبر من علي بن أبي طالب هل بذلك يكون إمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حاجات تانية لا هم الشيع ما اعتمدوا على مثل هذه الآيات الآيات اللي أنا بسميها آيات مبهمة آيات محتاجة مفسر خارجي وطالما محتاجة مفسر خارجي يبقى لا يجوز اعتمادها كدليل قطعي على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه طيب هذه النقطة النقطة التانية لما يجي واحد كده يقول لك إيه إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تصدق بخاتمه وهو يصلي في المسجد طيب إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لا شغلة إن في الصلاة لا شغلة يعني الإنسان في صلاته بيصلي ولا بيفكر إن اللي جنبه ده إنسان فقير وبيحتاج لصدقة دي النقطة الأولى النقطة التانية هل الإنسان بيطمئن في الصلاة ويذكر الله عز وجل ويتفكر في الله عز وجل ويذكر الآيات ولا بيفكر إن اللي جنبه ده محتاج صدقة فبيمدي إيده ويطلع الخاتم عشان يحطه في جيب اللي قدامه اللي جنبه أو يحطه في إيده طيب تبقى صلاة إيه إزاي دي هل المعنى ده دخل عقول الشيعة إزاي يعني تخيل إن انت كده رايح تصلي وجنبك واحد فقير فقمت انت حسيت من هدومه أو شفته بره هو فقير فما كانش قدامك خالص اللي إن انت في الصلاة تطلع الخاتم بتاعك أو تلع الخاتم بتاعك وبعدين تلبسه للجنبك أو تحطه في جيبه أو تحط في إيده دي أي صلاة ديت دي النقطة التانية النقطة التالية علي بن أبي طيب رضي الله عنه أرضاه أصلا فقير لأن السيدة فاطمة رضي الله عنه أرضاه ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك كلمات إلى آخر الرواية فإذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقير فكيف يتصدق بالخاتم دي النقطة التالية النقطة الرابعة هل الخاتم ده يثمن أو يغني من جوع ده خاتم حديد يعني عارفيني يا أخواني خاتم حديد يعني أنا أذكر عندما ذهب أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتزوج من امرأة فقال له أمعك من الآيات كذا قال له أمعك كذا قال له أمعك كذا قال له أمعك كذا قال له ألتمس لها ولو خاتما من حديد يعني أقل الأشياء أرض الأشياء التمس لها ولو خاتما من حديد يعني الخاتم نفسه لا يغني عن الفقير دوت وهل علي بن أبي طالب مطالب بالزكاة يعني علي بن أبي طالب أصلا فقير فهل مطالب بالزكاة فهي في الشيء يقول لك لا دي من الزكاة دي صادقة يا أخواني هي صادقة ولا زكاة طب إن كانت صادقة زي ما انتمون أين الدليل الآية إنما وليكم الله ورسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون المسألة كلها إن الصلاة عندما تقرن بالزكاة الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة من الصدقة من الزكاة في فرق ما بين الزكاة وزكاة الصدقة وصدقة في فرق ما بين الاثنين طيب هنا لما نيجي بقى نتكلم عن آيات تانية إحنا قلنا إن ما ينفعش ما ينفعش إنسان مسلم يدخل الصلاة ويعمل اللي هما بيقولوا إن علي بن أبي طالب وطبعا الرواد كلها باطلة 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 تمام ده من حيث السند ومن حيث المتن الله عز وجل عندما في سورة المائدة آية 55 اللي احنا بنتكلم عليها لكن أنا مش هتكلم في آية 55 أنا هتكلم في قبل الآية 55 لإن إحنا تعودنا من الشيعة بطر الآيات يعني جب لك آية من وسط الآيات وقول لك والله هي يدية اللي بتتكلم عن علي بن أبي طالب وطبعا يأتي بحديث ضعيف عشان يشوش على المسلمين إن هي نازلة في علي بن أبي طالب فطالما نازلة في علي بن أبي طالب إنما وليكم الله يعني معناه أنه هو الولي يعني معناه أنه هو الخليفة وكلام إلى آخره ولكن لو نظرنا للآيات هل لا إن الآيات أصلا بتتكلم عن موالاة اليهود والنصارى والمسلم هل يوالي اليهود والنصارى أم يوالي المؤمنين الله عز وجل في بداية الآيات آية 51 الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يبقى كده نهي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء في علي بن أبي طالب ما فيهاش علي بن أبي طالب ده تحذير للمؤمنين بألا يتخذوا اليهود والنصارى أولياء ينصرونهم يحبونهم إلى آخر بعضهم أولياء بعض أي ألن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني يا مؤمنين من يتولى اليهود والنصارى فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة الآية التانية بتتكلم على مين؟ بتتكلم على حال المنافقين الذين يسارعون في مودة النصارى في مودة اليهود فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتيها بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جاهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاصرين من اللي بيقول الكلام ده؟ الذين آمنوا بيكلموا على مين؟ على حال المنافقين الذين يسارعون فين؟ يسارعون اليهود والنصارى أيوالون اليهود والنصارى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يبقى هنا إيه بكلب؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الذين آمَنُوا مين؟ اللهم إيه؟ لا يوالون اليهود والنصارى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يَحُبُّونَ وَيَحُبُونَ أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فهين الله عز وجل يحذر المولاء من الكفار اللي هم اليهود والنصارى أيضا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله واسع عليم هل الآيات هنا توقفت عن الكلام عن اليهود عن الكلام عن النصارى عن الكلام عن الذين آمنوا لا موقفت لكن فيه استكمال للآيات سياق الآيات الشيعة ما بيقولكش الآيات الأولية الآيات الأولانية السباق بتاع الآيات السياق بتاع الآيات لا هو يجيب لك دية بس فقط وينتزحها من وسط الآيات عشان يقول لك والله دي بيتدل على علي ابن أبي طالب بدليل الخاتم أصلا ما فيش حاجة اسمها قصة الخاتم دي أصلا طيب الله عز وجل يقول ايه بعد الآيات دية إنما يريد الله ليذبع إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة وهم راكعون أنا مش هفسر الآية دي لا أنا هخلي الآيات اللي بعدها هي اللي تفسرها يبقى احنا كده تكلمنا عن اليهود تكلمنا عن نصارى تكلمنا عن موالاة اليهود موالاة النصارى تكلمنا على المنافقين الذين يوالون اليهود والنصارى والله عز وجل يتكلم عن تحزير المؤمنين من موالاة اليهود والنصارى بعد كده نوالي مين طب يا رب نوالي مين هنا بقى الجواب إنما وليكم الله ورسوله الذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة وهم راكعون الخطاب هنا مين الخطاب للجميع سواء منافقا أو مؤمنا يبقى أنت لا توالي اليهود لا توالي النصارى ولكن والي المسلمين ده أي إنسان عنده مسحة من لغة عربية أو حتى عنده مسحة من علم الآية اللي بعدية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يعني أنت بتقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ده علي بن أبي طالب طيب نستكمل الآيات ومن يتولى الله ورسوله هو الذين آمنوا مين بقى الذين آمنوا التانية اللي في الآية دي هل علي بن أبي طالب طب فإن حزب الله جمع هل حزب اللهم برضو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لذلك أنا بقول لك يا أخوانا ما تتعبوا ما تخافوا ما تشغلكوش أي شبه كل الشبهات بتاعتهم عبارة عن ترهات يعرفين يعني ترهات حاجات أصلا ما تدخل عقل بشر ولكن هو لما بينتزحها من السياق وحضرتك ما تقرأش القرآن والشيء ما بيقرأ القرآن تمام لو قرأ القرآن لعلم أنها مش فعالية ابن أبي طالب ويستحيل أنها تكون فعالية ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه هذه الآية طيب يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا يدينكم هزوى ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أورياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا سبحان الله يعني الآية إنما وليكم الله وبعدها الآية ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله الذين أمنوا عليه حزب الله عليه يا أيها الذين أمنوا يبقى رب برمي خطب عليه فقط يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوى ولعبا من الذين أوتوا الكتاب يعني ما زال التحزين موجود إذن خلاص المسألة انتهت ولكن إحنا هنفرد أكثر في المسألة إيه هي أولا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قالوا إنما للحصر ولكن إحنا فعلا بنقول إنما للحصر ولكن الحصر فين؟ الحصر في المؤمنين إنما وليكم الله ورسوله الله ورسوله والذين آمنوا هنا الحصر طيب الحصر ده ليه؟ عشان يخرج موالاة اليهود وموالاة النصارى اللي الله عز وجل تكلم فيهم في أول الآيات وفي آخر الآيات بعد الآية دي طيب إنما وليكم الله هم بيقولوا إن دية الإمامة أو الخلافة هل يحق إن إحنا نقول إنما إمامكم الله يستحيل إنما خليفتكم الله برضو يستحيل طيب قال لك إيه؟ إنما وليكم الأولى بالتصرف طيب ما إيش أنا نقول الله أولى بالتصرف النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتصرف طيب والذين آمنوا الذين آمنوا جمع وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه مفرد يبقى جبت يبقى أولى بالتصرف كلهم كل المؤمنين أولى بالتصرف واللي هي الآيات كلها بتتكلم عن المحبة وعن النصرة وعن المولاء فلا توالي ووالي والي المؤمنين ولا توالي المشركين والي المؤمنين ولا توالي النصارى والي المؤمنين ولا توالي اليهود ده أي واحد يقرأ هذه الآيات إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون طيب إنما وليكم الله وإنما ينفعش تكون أولى بالتصرف لأن داخل فيها جمعة إنه هو المؤمنون تمام إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون كلها جمعة مش مفرد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مفرد وكلها جمع يبقى ازاي والآيات التي تليها برضو جمع والآية التي تليها برضو جمع والآية التي قبلها برضو جمع والآية التي قبل قبلها برضو جمع طيب نعمل في قوي بقى يعني حاوله تجيبه حاجات قوية بحيث ان الواحد فعلا يقدر يحتر فيها مش حاجات كده ما ينفعش دي النقطة الرابعة النقطة الخامسة قدما وليكم الله ورسوله الذين أمانوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الصلاة معرفة مش صلاة الزكاة معرفة مش زكاة أنا أتحدى أي شيعي موجود وبدون تعصب أنه يخرج لي من كتاب الله عز وجل عندما تقترن الصلاة والزكاة ثم بعد ذلك يقال أن هذه الزكاة أي صدقة وليست الزكاة المفروضة وإن شاء الله فاصل ونواصل السلام عليكم ورحمة الله وكاته عدنا تاني مع شبيت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قلنا قبل الفاصل إنه يقول الله جمع وقلنا بتحدي أن تأتوا لنا الصلاة معرفة مقرونة بالزكاة معرفة في كتاب الله وتعني زكاة أي صدقة زكاة أي صدقة لا طراما جاءت كلمة الصلاة معرفة مقرونة بكلمة الزكاة معرفة يراد به الصلاة المفروضة والزكاة أيضا المفروضة دي نقط النقطة الثانية لو أي حد دخل وتصدق بأكثر من الخاتم وهو يصلي هل الآية تشملهم أم لا يعني لو واحد دلوقتي دخل ولقوا واحد فقير بيصلي وبعدين تصدق على الفقير ده هل معنى كده انه هو ينال نفس الشرف بتاع عليه بن أبي طالب وهل الأمر ده يباح للمسلمين أنا أقول لك آه على طريقة أو على منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يباح ليه يباح لأن الله عز وجل لا يزكي فعلا مزموما يعني انتوا بتقولوا ان النبي الله عز وجل ان عليه بن أبي طالب دخل المسجد وبعد ما دخل المسجد ركع وبعد ما ركع قدم الصدقة للفقير يعني معنى كده ان ده فعل مباح أو فعل زي ما نقول عليه فعل جيد أو فعل حلال أو فعل يعني الله عز وجل زكاه فهل يجوز للمسلمين أن يدخلوا إلى المساجد ويزكون أي يتصدقون بخواتمهم واللي عايز يتصدق ممكن بملابسه ما يخلاص بقى ما مش هتوقف يعني انت تصدقت بختمك وانت بتصلي فممكن واحد يقلع البدلة بتاعته ويتصدق بيها ولو واحدة ستة تروح جاية قال على الغوشة بتاعتها تروح جاية ملبسة للي جنبها هل الفعل ده سيكون مذموما أم ممدوحا هتقول لي لا أصدق خاص بعلي هقول لك الديني ان هو خاص بعلي يعني الحر ما بعد ذلك يبقى معناها كده ان الصلاة بقت مباحة بقت يعني اي حد يدخل ويعمل فيها اي شيء خلاص المسألة بات بسيطة يوم حيج اي حد يتكلم هيقولوا الله ده علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عمل الفعل دي فخلاص دي نقطة النقطة الاهم انتوا بتقولوا ان الحصر الامامة موجود في اين في الرب في النبي في علي اللي هو الذين امنوا كمان طيب اذا كانت حصر في علي بن ابي طالب الامامة نالها غير علي بن ابي طالب ازاي يعني الحسين نالها ازاي الحسن نالها ازاي ابناء الحسين رضي الله عنهم وارضاه نالوها ازاي زي ما انتم بتقولوا اذا كانت الامر حصر فقط في علي بن ابي طالب فهل يجب على الحسن والحسين وباقي اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الامة انهم يفعلوا فعل علي بن ابي طالب لكي يدخلوا في مثل هذا الحصر طبعا لا يقول بمثل هذا عقل انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون كلمة راكعون كلمة راكعون بمعنى خاضعون اي وانتم خاضعون فهنا المسألة من زي ما الشيعة بيعتقدوا ان مسألة وانتم راكعون لو الا واقيموا الصلاة انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة المفروض وهم راكعون لان الركوع جزء من الصلاة الركوع جزء من الصلاة فلماذا اتت كلمة راكعون بعد الزكاة يعني انا مثلا انا قول ايه والله انا صليت النهاردة وانا بصلي ركعت بعدما صليت بعدما ركعت سجدت لكن ينفع اقول والله انا صليت النهاردة وبعدين زكيت وبعدين ركعت ما تجيش حتى ما ينفعش ولكن انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يعني يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة في خشوع في خدوع لله عز وجل وليس كما قال الشيعة فهنا اخوانا انا عايز اقول ايه عايز اقول اني كرر تاني ان المسألة مش مسألة اياته خلاص مش معنى انه يأذن كلك ايه في كتاب الله عز وجل المعنى ذلك انه خلاص بقت امامة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه والله الذي لا اله الا هو لو ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هو الامام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازعنا ما اختلفنا اصلا انا كنت ايه ده وغير ايه ده وغير ايه ده وغير ايه ده ازاي فالمسائل يا اخوانا لازم تكون واضحة فاحنا بنقول ايه ان لازم تكون الادلة قطعية الدلالة لا يختلف عليها اثنان لو انا جبت والله مليون واحد وقلت له قرأ لي الاية ديه هتفهم منها ايه هتفهم منها انها في الحسن او الحسين او علي او 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 علي بحتى فقط لا طبعا ما فيناش اصلا كل ده فلازم نتفكر لان اصل الخلاف ده شوفه ودنا فين دلوقتي الخلاف ودنا لتنازع ودنا لتراشق ودنا ده يشتم وده يشتم لا ده علي هو الاولى لا ده ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اول اول لا علي الحسن رضي الله عنه وارضاه هو الاولى لا مش عارف مين هو الاولى لا ده فلان الاولى طب وبعدين وكلها في ادلة لا ترتقي انها اصلا تكون ادلة ايوة هي في كتاب الله نعم في كتاب الله لكن لا ترتقي فهما انها تكون دليل على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبعدين أنت تكفرني وأنا كفرك وإنه ده يكفر ده وده يكفر ده على إيه كل ده ما ينفعش أصلا لازم نكون حتى منصفين أنا بقول لأي شيعي افتح كتاب الله عز وجل اقرأ من الآية 51 في سورة المائدة حتى الآية 57 والله أنت لو قرأتها لوحدك مش هتحتاج أن أنت حد يقول لك لا أصلف لن تصدق أنت نفسك هتفهم الآيات وبعدين أنا عايز أسأل سواء لو الآيات دي جت أحاديث في إنها في إنسان تاني غير عليه بن أبي طالب في مسألة المولاة والمعداوة هل يعني ذلك إن هو الإنسان ده أو الصحابي ده يكون هو الإيمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش ما ينفعش ولن يعني نفسها الآيات نفسها لا ترتقي فهما لأن إحنا نصب عليه بن أبي طالب بعد النبي صلى الله ونحدث هذه الخلافات والفهم مش من القرآن وقرآن واضح ولكن الفهم نفسه من اللي بيفسر القرآن له وبعدين حاجة النقطة الأخيرة إن أصلا القرآن الكريم قالوا عنه الشيعة أن هذا القرآن هو القرآن الصامت وعلي بن أبي طالب هو القرآن الناطق ومع ذلك لما نيجي نبحث في تفسير الشيعة والله الذي لا إله إلا هو لا نجد لا نجد لا نجد أي تفسير يعني لو صورة البقرة حتى لحد صورة الكوسر أو ما بعد الكوسر من أكبر صورة إلى أقصر صورة ما فيش تفسير لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات كلها قال التطبائي قال المجلسي قال 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 لكن قال علي بن أبي طالب أو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات كذا وكذا وكذا لن تجد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في أمان الله